قلنا كمان عن المدير الفني المدير الفني مارسل كولر المدير الفني السويسري ايضا واحد من المدربين الكبار لكن في بداية حلقتنا ما ننساش النهاردة ان احنا نشكر السوارش السوارش اللي احنا دايما في الناد الاهلي معتدين اي مدرب بيقدي عمله مع الناد الاهلي ممكن ما يكونش موفق برضو ده واجب علينا كاعلام الناد الاهلي ودارة الناد الاهلي بنقول لسوارش شكراً على الفترة اللي قضيتها فترة كان فيها صعاب كبيرة لكن احنا بنشكرك ودلوقتي مرحلة جديدة ومحطة جديدة مع مدرب كبير هو مارسل كولر مارسل كولر اللي عجبني تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل ما استعرض تاريخه كالكبير كمدرب لكن عجبني جداً تصريحاته اللي فيها اتزام اتزالم قوي سوارش لما جي بعد فترة كبيرة حصت فيها النادي الاهلي عدد كبير جداً من البطولات مع موسيماني كان التصريحات سوارش عايزة يعني تحيط بالجو العام كان التصريحاته غير واقعية لما دخلوا قال انا لازم اكسب كل البطولات واخد الدوري فحط على نفسه ضغوطات كبيرة في بداية مشواره لكن مارسل كولر كان مدرب واقعي في تصريحاته هو مدرب عنده واحد وستين سنة فعنده من الخبرات الكبيرة جداً في محطاته التدريبية ازاي يقدر يصرح اول حاجة قال انا عارف ان انا جاي نادي كبير نادي بيلعب على كل البطولات هو النادي الاكبر في افريقيا لكن انا بوعد جمهوري النادي الاهلي احنا جا جهاز فني كلاعبين الفترة اللي جاية هنشتغل وهنشتغل اكتر هنبزل اقصى جهد عندنا علشان نقدر نحاة طموحات جماهير النادي الاهلي دي تصريحات واقعية تصريحات واقعية لمارسل كولر اللي قال انا تبعت النادي الاهلي خلال الفترة السابقة تبعت مباريات كتير للنادي الاهلي واف دلوقتي على نقاط القوة ونقاط الضعف في النادي الاهلي تعرفت اكتر عن اللعيبة ومجرد اول يوم جيه في النادي الاهلي كان التدريب تاني يوم لا طلب قال انا عايز التدريب النهاردة احنا جايين كلنا حماس كلنا ان شاء الله عايزين نشتغل عايزين الفترة اللي جاية تكون يعني فترة اقوى للنادي الاهلي وبدأ فعلا الشغل من اول يوم جيه فيه مارسل كولر عايزين نستعرض مع بعض مع حضراتكم برضو السيرة الزاتية السيرة الزاتية محترمة لمدرب كبير عنده واحد وستين سنة واحد وستين سنة يعني مدرب مر بتجارب وخبرات كبيرة دلوقتي هو في مرحلة النضج مرحلة النضج بالمحطات الكبيرة سواء في الدوري الالماني في الدوري السويسري مع منتخب النمسا الفرق اللي ضربها مارسل كولر افسي ويل السويسري وايضا سانت جالن السويسري وجراس بور زيوريخ السويسري وكل الالماني وبخم الألماني من 2005 ل2009 ومنتخب النمسا من 2011 ل2017 وبازل السويسري من 2018 ل2020 لازم استوقف هنا عند بعض النقاط النهاردة المحطات التدريبية لكولر عنده استكرار لما نشوف النهاردة أهم الفترات مع منتخب النمسا من 2011 ل2017 دي فترة كبيرة فترة بتقولك ان النهاردة مدرب عنده استكرار فني لما بيروح مكان عنده استكرار فني مش ست شهور وسنة لما راح بازل السويسري قاعد سنتين وحقق معاهم كالسويسرة الفترة برضو مع بخم الألماني قاعد أربع سنين من 2005 ل2009 فهذا النهاردة بيدل أو بيؤشر ان مدرب عنده استكرار فني في الأماكن اللي اشتغل فيها طيب تعالوا نشوف السيرة الزاتية لمستر مارسل كولر ونرجع لحضراتكو مرة تنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر